وقعت أحداث هذه القضية في اليابان في فبراير عام 1970 وقعت العدم تحت كومة الدبش زيميلة قال لي ايه اللي انت مسكه ده؟ عدم عدم لقيته تحت كومة الدبش ده عدم حيوال لا ده عدم بني آدم بقول لك عدم حيوال وانا بقولك انه عدم بني آدم عدم إنسان إنسان؟ ايو عدم إنسان وإيه اللي خلاك عرفت انه عدم بني آدم؟ احنا لازم نبلغ البوليس ليه؟ مؤكد دي جريمة بقولك ايه ما تخلينا في حنة احسن ها وبعدين حصل ايه بعد كده؟ اتلمى علينا العمال وبعضهم قلد عدم بني آدم وبعضهم قلد عدم حيوان وبلغنا البوليس أنا لما اتنقلت المكان الحادث العمال كانوا لسه مختلفين بعضهم بيقول انها عظام آدمية وبعضهم بيقول انها عظام حيوان وبعضهم كان ساكت ومستني النتيجة وكانت المفاجأة ان البوليس يعصر على جمجمة آدمية داخل كيس من البلاستيك قريب من المكان اللي عصر فيه على العظام المفاجأة دي حسمت الخلاف اللي كان بين العمال وبعضهم واكدت ان فيه جريمة قتل حصلت خبراء المعمل الجنائي ألوي خبراء المعمل الجنائي قعدوا ترتيب العظام المعصور عليها وحصلوا في النهاية على هيكل عظمي متكامل مش نقصوا غير بعض العظام الصغيرة ونتيجة الفحص للهيكل خبراء المعمل الجنائي وصلوا الى ان الهيكل العظمي لذكر يتراوح سنه بين العشرين والتلاتين سنة وطوله ما بين مية وخمسين سنتيمتر الى مية تمانية وخمسين سنتيمتر ولوه أسنان برزة حددوا المدة اللي حصلت فيها الجريمة؟ خبراء المعمل قالوا ان الجريمة حصلت من ثلاث سنين معنى كده ان المجرم قتلوا من ثلاث سنين ودفل نجسة وحدش عرف عنها حاجة طول السنين اللي فاتت ده اللي حصل فعلا مين اللي قتلوا؟ علشان نوصل للقاتل لازم الاول نعرف شخصية المجني عليه الهيكل العظمي مش كافي بطبيعة الحال للكشف عن شخصية القتيل أمال ازاي حضرتك وصلت للنتيجة دي؟ لما خبراء المعمل الجنائي أعادوا ترتيب الأعظام وحصلوا في النهاية على هيكل عظمي متكامل بدأنا عملنا احنا في المعهد القومي لعلوم الشرطة التابع لجهاز الشرطة اليابانية في طقل والمعهد القومي عمل ايه؟ المعهد القومي اخترني أنا وزميل لي من الباحثين للعمل وأول حاجة عملناها إعادة تشكيل الرأس بالاستعانة بالجمجمة اللي عصر عليها العمال وإيه الغرض أو الفكرة من تشكيل الرأس؟ طبعا الهدف واضح وهو تكوين فكرة عن صورة المجن عليه في الوقت اللي كان فيه حي آه وهل تم الوصول إلى تكوين صورة معينة للقتيل؟ أنا وزميلي استعنا بالدراسات المتعددة للجماجم البشرية وقد كشفت هذه الدراسات أن سمك العضلات المنتشرة في الرأس الآدمي تختلف من شخص إلى آخر تبعا لسنه وما إذا كان زكر أم أنسى المهم بدأنا الخطوة الأولى بتغطية سطح الجمجمة بالسلصال مسترشدين برسم توضيحي لجمجمة بشرية تتراوح عمرها ما بين خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين سنة أيها والنتيجة؟ النتيجة زي ما حضرتك شايف من الصورة دي هذه صورة لشاب وشه صغير وشفته العليا برزة بعض الشيء وعشان إحنا ما عندناش معلومات على الإنين والشعر اخترنا من النماذج ما يتلاءم مع بقية أجزاء الواجهة يعني ممكن الصورة اللي كونتوها تشبه صورة القتيل الحقيقية إيه رأي حضرتك؟ مفيش قدامنا بعد كده غير الصحافة وإيه علاقة الصحافة بالجريمة؟ بعد عمل ومجهود الخبراء في المعهد القومي لعلوم الشرطة وبعد ما وصلوا لإعادة تشكيل الرأس وصوروها ممكن الصورة دي ننشرها في الجرنال تقصد حضرتك أن النشء الصورة ممكن يخلي حد من قريب أو معارف المجنة عليه يتقدم ويدينا أي معلومات تفيدنا في القضية؟ هو ده فعلا هدفي يا طرى الطريقة دي حتوصنا لحاجة مهوحنا علشان نعرف مين الآتل لازم في البداية نعرف شخصية الآتل ألا مالك مجهولة في إيه؟ لحظة واحدة طب بس فهميني مجهولة في إيه؟ معقول معقول تكون دي صورته صورة مين؟ لكن لكن إزاي؟ إزاي ممكن تكون دي صورته؟ إيه ده هي الغاز ما تفهميني صورة مين دي؟ وريني الجرنال ده وريني بصي في الصورة دي بصي فيها كويس إيه ده؟ مش ممكن مش ممكن الصورة عارفة مين صاحبها؟ دي صورته صورته أيوة صورته هو صورة خطيب لا اقري لمكتوب تحتها بينما كان العمل يجري لبناء محطة محولات فرعية للطيار الكهربائي في إحدى المدن اليابانية عثر أحد عمال البناء على بعض العظام وقد تمكن العلماء والخبراء من تكوين صورة قريبة لشخصية المجن عليه والبوليس يناشد معقول معقول يكون ده خطيبي أنا أول ما بصيت في الصورة اتهيأ لي بناها فعلا صورته هي فعلا تشبه ملامه لكن لكن مش جايز واحد شبهه وجايز هو على أساس إيه بتقول إنه هو؟ البوليس بيقول إن صاحب الصورة اختفى من ثلاث سنين تقريبا خطيبي خطيبي اختفى من ثلاث سنين فعلا عشان كده أنا شك أنه هو خطيبك تفتكري طب تفتكري أتصرف إزاي دلوقتي التصرف الطبيعي إنك تتقدم للبوليس وتقولي له إن ده خطيب أنا ما صدقت ونسيت الله حسن يعني عايزة تسكتي ولا تتكلميش مش عارفة أنا لما شفت الصورة ما كنتش عايزة ورها لك فعلا ياريتك موريتي هالي كيف هي اللي حصل كيف هي بس بس من حقك برضو تعرفين إيه اللي حصل لخطيبك عندك حق وعلشان كده أنا لازم أبلغي البوليس خطيبك اختفى من كم سنة؟ من ثلاث سنين تقريبا وخطيبك كم بيشتغى ليه؟ بيشتغل عند تاجر معاك صورة له أيه صورتنا مع بعض أهي فعلا الصورة تشبه الصورة اللي نشرتها الجراهيت طيب مين اللي قتله؟ وازاي تقتل؟ ممكن أولا أعرف إيه هي الظروف اللي اختفى فيها في يوم كنت قاعدة معاه لقيته سرحان وبعدين فجأة ضحك غريبة إيه اللي بيدحكك؟ الدنيا دي غريبة غريبة قوي وإيه هو الغريب فيها وبيضحكك بالشكل ده؟ افتكرت التاجر التاجر اللي بشتغل عنده ماله التاجر ده؟ لإمتى هيفضل بخيل وحارم نفسه من كل حاجة؟ لإمتى؟ احنا مش فاهمة حاجة تقصد إيه يعني؟ أحلى حاجة في الدنيا إن الإنسان يتعب ويشقى ويجمع المال وعدين يصرف المال ويتمتع بيه لكن اللي يكنزه ويبخل بيه على نفسه إنسان ما يستحقش إنه يعيش إحنا اتفقنا على إيه؟ مش قلنا بلاش الأفكار دي؟ الإنسان عمره محسوب عليه لازم يفهم الحقيقة دي كويس خلي أفكارك الغريبة دي نفسك وسكت بقى ما أنا ساكت بشتغل معاه ليه النهار بقى المهمة في نظريك قولي بقى الأجازة هنقضيها فين؟ هنخرج أنا وإنتي وأختك نروح نروح فين؟ المكان اللي يعجبك طب سبينة أفكر لك في مكان جميل ما تكونيش شفتيه قبل كده بس أنا عاوز أقولك على حاجة مهمة حاجة إيه؟ بلاش إسراف يعني لو مكان قريب يبقى أفضل وقفر حبيبتي الإنسان مش هيعيش غير عمره عمره بس ها مبعدين؟ وسبني وراح شغله عند التاجر ورجع إمتى؟ فضلت مستنيها أنا وأختي علشان الرحلة اللي قلن عليها لكن ما رجحش ما رجحش خالص سألت عليه؟ أيو لما تأخر عن المعاد رحت أنا وأختي الدكان اللي كان بيشتغل فيها لقناها مقفولة وملقناش حد هناك أنا أنا اللي شفت الصورة في الجرنال ونبهت أختي ليها وأختك قالت لك إيه؟ لما شفتها ما كانتش مصدقة وأنا أنا من الأول ما كنتش عايزة أوريها لها ليه؟ ما كنتش عايزها ترجع للماضي وذكرياتها معي طب إيه اللي خلاكي ورتيها الصورة؟ أختي أختي كانت بتحب خطبها كانت بتحبه قوي وكانت متعلقة بيه عشان كده رفضت الجواز بعد ما اختفى وإيه السبب رفضها للجواز؟ كان عندها أمل يرجع ولشان كده أنا مش هفقد الأمل وحدور عليه حدور عليه في كل مكان وحلقيه وحنكمل مشوارنا مع بعض أنا متأكدة أنه حيساعدني أيوة حيعرف إزاي سايد كانت عايشة على الأمل وبتفكر فيه وكان لازم بعد ثلاث سنين من غيابه أريحها من التفكير خطيب أختك له أعداء طول عمره طيب وحنين وعمره ما فكر يأزي حد أبدا الصورة دي مش غديبة علي صاحبها كان بيشتغل عندي وراح فين؟ معرفش آخر مرة شفته إمتى؟ من مدة كبيرة أوي قول سنتين ثلاثة كده ممكن أعرف الظروف اللي اختفى فيها في يوم واحد زبون جالي يشتري البضاعة مني بعد الزبون ما خد البضاعة قال لي أنا أنا آسف جدا فيه؟ أنا الظاهر نسيت الفلوس في البيت وطلبت حضرتك إيه؟ خلي البضاعة عندكم وحوصل أجيب الفلوس وأجلكم أخذ البضاعة على كيفك؟ هو بيت حضرتك بعيد أسكت أنت خليك في حالك أنا معايا عربيتي ومش هتأخر طيب أنا أروح مع حضرتك البيت أسلمك البضاعة وأخذ الفلوس سامع بيقول إيه؟ أنا مش عايز أتعبك معايا إحنا تحت أمرك ويهمنا راح تزبون ما يجراش حاجة روح معاه بس ما تتأخرش لحسن ورانا شغل مهم وبعدين؟ وبعدين؟ إيه اللي حصل بعد كده؟ خلي البضاعة وركب عربية الزبون ومشي مع بعض كانت الساعة كام؟ مش فاكر بالزبط يعني كان الوقت ده بالليل ولا بالنهار؟ بالليل طيب لما خلي البضاعة وركب مع الزبون عربيته رجع الساعة كامة من ليلتها مرجعش لغاية النهاردة الزبون اللي مشي معاه اسمه إيه؟ معرفش طب ساكن فين؟ بلده معرفش أنا زميلو في الشغل إحنا الاتنين بنششغل عند صاحب الدكان وأنا مكنتش موافق إن نروح مع الزبون ويروح ليه؟ اللي عايز حاجة يجي أخدها ويدفع تمانها أنت تعرف الزبون اللي خده في عربيته؟ لا لكن لو شفته أعرفه خبراء المعهد القومي لعلوم الشرطة قدمونا خدمة كبيرة قوي قوي لما رسموا صورة للمجني عليه ما هو علشان تعبهم يبقى له قيمة لازم نوصل للقاتل الحقيقي إحنا قدرنا نوصل لشخصية المجني عليه وعرفنا خطبته أختها والتاجر اللي كان بيشتعل عنده ده مش كفاه المهم نوصل للقاتل أنا جمعت تحريات كاملة عن الخطيبة وأختها التحريات اللي عندك بتقول إيه؟ الخطيبة كانت على خلاف مع المجني عليه أيه بس من شهادة الخطيبة وأختها عرفنا إنها كانت بتحبه ورفضت الجواز على أمل إنه يظهر أنا شاكك في الخطيبة وأختها والشك ده على أساس إيه؟ إذا كانت الخطيبة صحيح بتحبه طيب ما بلغتش عن غيابه ليه؟ طب والتاجر المعلومات اللي عندك عنه بتقول إيه؟ بتقول إنه راجل بخيل ما بيهموش غير مصلحته ومصلحته بس والتاجر بلغ إنه اختفى؟ برضو ما بلغش طب إيه السر؟ معقول يكون التاجر متفق مع الخطيبة على الجريمة؟ معقول؟ طب إزاي؟ بقول لك كنت بحب خطيبي وكان عندي أمل يرجع كان فيه خلاف بينك وبين خطيبك؟ أبداً خلاف إيه؟ كنتم متفقين على الجواز إمتى؟ ما كناش لسه اتفقنا على الجواز ليه؟ أنا كنت بعدز جداً برأي خطيبة وأي حاجة كان بيقولها لي كنت بنفزها؟ يعني إيه؟ مش فعل في مرة قال لي حبيبتي تعرفي بفكر في إيه؟ بتفكر في إيه؟ ساعات أقول لنفسي نتجوز الشهر الجاي وساعات أقول أخلي الجواز اللي بعدين يعني إيه؟ يعني أنا مش عايز أتجوزك وأتعبك معايا ليه بتفكر بالشكل ده؟ تعب إيه؟ منت عارف كويس إن أنا بحبك ومعما كانت الظروف هنعيش مع بعض وعشان بحبك نفسي ساعدك نفسي عايشك في مستقى كويس أنا خايف خايف من إيه بس؟ أنا مجرد عامل وعامل عند تاجر بخيل ممكن في أي لحظة يطردني يطردك؟ يطردك ليه؟ أنت إنسان أمين وشريف التاجر اللي بنشتغل عنده ملوش أمان نفسي حوش مبلغ كويس وأفتح دكان صغيرة على قدي أو أدور على العامل تاني عامل ألاقي فيه الأمان لمستقبلنا يا حبيبي، يا حبيبي أنا مش عاوزك تشغل تفكيرك أنا مش مستعجلة على الجواز بس أنا مش عايز أفضل كده لازم أفكر في مستقبلي، لازم ها، وبعدين؟ كانت له أحلام وأفكار غريبة أفهم من كده إنه ما كانش راضي عن عامله عند التاجر ساعات كان بيقولي كده وساعات يقولي وجودي عند التاجر ده فيه مصلحة كبيرة لي أيوة فيه مصلحة أنا فهمت أصول التجارة فهمت كل حاجة عن الزبون إزاي عامله وإزاي كسابه أنا لازم أفتح دكان دكان صغير وهتكبر آه هتكبر لإني هعرف إزاي يلاقي الزبون وهعرف برضو إزاي عامله وكسابه وكلامه أخوفه المستمر خلاني زعلت منه زعلت منه ليه؟ تردد المستمر خلاني في يوم اتضيقت منه وقلت له لازم تحدد موقفك وزعل وخرك لكن تاني يوم لقيته جاي يقولي أنا أنا مش زعلان منك صحيح أنا اتضيقت في البداية لكن دلوقتي عرفت إن كنت على حق سبيني أتصرف كان يقصد إيه لما قالك سبيني أتصرف ما عرفش مش بقولك إنه كانت له أفكار غريبة أنا فعلاً رحت أشتري بضاعة وكنت ناسي فلوسي وقلت للتاجر خلي البضاعة لغاية ما روح أجيبي الفلوس من البيت وبعدين واحد من العمال قال لي أنا هروح معاك البيت أسلمك البضاعة وأستلم الفلوس ركبت العربية وركب هو جنبي هو البيت بعيد أولاً أنا متشكر عشان أنقذتني من الأحراج اللي كنت فيه حضرتك ليه نسيت الفلوس؟ طبيعة البشر النسيان لا النسيان ضعف أنا محبش الإنسان يظهر بصورة ضعف ياه ده أنت باين عليك مسكر بس أخسارة ما لك؟ نفسي في عمل عمل كويس ممكن أثبت فيه قدراتي لما نوصل للبيت هنتكلم لأن أنا معجب بيك وبشخصيتك وبعدين؟ قاعد يكلمني عن حاله وعن خطبته وعن أحلامه الحقيقة أنا انبسطت منه واستغربت لما لقيته فجأة بيضحك دريبة بتضحك ليه؟ تصورت التاجر اللي بشتغل عنده لما أرجع له متأخر إيه؟ هيعمل إيه؟ هيزعق زي عوايدو أقرب حاجة يقولي مليكش شغل عندي يعني أحيات رضك؟ لا لا ما يقدرش يستغنى عني ليه ما يقدرش يستغنى عنك؟ أصلي فيه زباين كتيرة بتيجي الدكان عشاني أنا بعرف إزاي عملها وبعليها البضاعة بتمن يرضي صاحب الدكان أنت شخصية عجيبة فوت عليها في يوم أجازتك لأنني هشوف لك عمل كويس ونزل من عندك نزل من عندي ومن يوميها ما شفتوش لحد النهاردة الزبون اللي اشترى البضاعة وكان ناسي يفلوس في بيته الزبون ده التحريات بتقول إنه سافر بريس وقعد هناك أكتر من سلام سافر إمتى؟ سافر بعد ما تمت الجريمة بأسبوع واحد يا طرى الصفر ده له علاقة بالجريمة نعم في حاجة؟ فين صاحب الدكان؟ مش موجود راح فين؟ معرفش زمنه جاي فيه خدمة أقدر أقوم بيها؟ أنت مش عارف أختي عارفها طبعا مش خطبها كان زميلي هنا في الدكان قولي لي هو راح فين؟ وصحيح الكلام اللي بيقولوه ده؟ كلام إيه؟ إنه يعني اتقتل طب مين اللي قتله؟ فين صاحب الدكان؟ اتكلم الله؟ ومالك بتشخط فيها كده؟ معرفش الصاحب الدكان جايهو جايهو عايزين منه إيه؟ مالك ومالك فيه إيه؟ اسألهم عايزة إيه؟ إنت اللي قتلت خطيبي إيهوة إنت اللي قتلته وأنا عارفة إنت قتلته ليه؟ ومسكت في خناق صاحب الدكان وقعدت تصرخ وتقوله إنت اللي قتلت خطيبي إنت اللي قتلت خطيبي والناس تلمت وهدناها وبعدناها عننا طيب هي بتقوله الكلام ده ليه؟ معرفش يظهر لما عرفت إن خطيبة تقتل حصل لها نوع ملكوني إنت كنت ناوي تسافر باريس؟ أيو ليه؟ ليا صديق هناك وكنت ناوي أزوره إنت سبق وسفرت لباريس؟ أيو سفرت قبل كده لصديقي سفرت إمتى؟ من مدة كبيرة إنت سفرت بعد الجريمة بأسبوع واحد ممكن أعرف إيه السبب؟ ما أنا قلت لحضرتك زيارة لصديق ليا إنت قتلته زي؟ قتلت مين؟ أنا ما قتلتش حد هفتكر ما فيش داعي للإنكار عملت نفسك نسيت فلوسك في البيت وخدت العامل معاك في العربية ومرجعش وثابت إنه كان مدفون قريب من بيتك والتاجر وعماله شهدوا إنه خرج معاك ولا رجعش بس أنا ما قتلتوش ما قتلتوش وكنت عايز تهرب لباريس تاني ليه؟ أنا لأني خايف 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 من إيه؟ خايف من القاتل ومين هو القاتل؟ أنا أنا اللي قتلت قتلتو إزاي؟ ياريتني خلصت عليه ودفنت وارتحت منه أصدق على مين؟ على الزبون الزبون اللي اعترف إنه أنا اللي قتلت زميلي اتكلم قتلتو ليه؟ كان زميلي بيشتغل معايا في الدكان كانت كل زباين تحبه وصاحب الدكان كان دايما يقول لي خليك زيه خلي بسمع على وشك اتعلم منه شو بيعمل الزبون إزاي ما هونت لو استمجلت على كده حتردك كنت خايف لحسن صاحب الدكان يتردني وفكرت إزاي أتخلص منه عملت مستحيل عشان صاحب الدكان يترده لكن هو كان في صفه وفي يوم لقيت صاحب الدكان بيقول لي وبعدين وبعدين أعمل إيه بس؟ بتتكلم عن إيه؟ عن زميلك اللي يمشي مع الزبون ومعاه البضاعة وقالوا إنه حيجيب الفلوس من صاحبها ويرجع آه وأنا خايف أقولك على الصراحة صراحة إيه؟ دي حيلة أعملها مع الزبون عشان يسرقك اسرقني؟ آه طابعاً انت مش عارف إنه خاطب وخاطبته دايما تطلبه بفلوس؟ اتفق مع الزبون يقول إنه نسي فلوسه عشان ياخد البضاعة يهرب بيه آه وبعدين؟ صاحب الدكان كان حيتجنن قلت له أنا حروح أشوفه وأجيبه تلاقيه عند خاطبته وخرجت من الدكان ومشيت كنت سامع الزبون وهو بيقول على عنوانه رحت الجري على العنوان ساعة ما وصلت قريب من البيت الزبون لقيته ماشي وقبل ما يتكلم رحت ضربه وقضت عليه وفجأة سمعته صوت إيه ده؟ إيه اللي عملته؟ إيه ده؟ وأنت؟ إيه اللي جابك هنا؟ أصلي زميلة كنسي ياخد الفلوس فقلت حصله وادهاله لكن لكن إيه؟ إنت قتلته ليه؟ إنت شفتني وأنا بقتله؟ لا 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 ما شفتش حاجة لو اتكلمت حيكون مصيرك زي مفهوم؟ وخفت خفت أتكلم وبعد أسبوع سافرت الباريس وأنا خايف ومرهوم معنا كده أنك شفت الجريمة ليه ما بلغتش؟ الخوف الخوف خلنا سافر لباريس وما بلغش ولما لقينا العظام وكشفنا عن الجريمة فكرت تسافر تاني ليه؟ أيوة لأن كنت لسه خايف من القاتل كنت متطمن بعد ما دفنت القتيل كنت متطمن لأن الجريمة فات عليها أكتر من ثلاث سنين صحيح أن الجريمة فات عليها أكتر من ثلاث سنين لكن الفضل يرجع للخبراء والمتخصصين اللي قدروا من العظام والجمجمة يكونوله صورة صورة كاد تكون طبق الأصل لصورة المجني عليه ثلاث سنين حقول إيه؟ نصيبك إذا؟ لا اللي ممكن يتقال أن عدلت السمه كانت أقوى منك وأعظم منك ومن تدبيرك ومن تخطيطك أغرب القضايا تسجيل علي حامد حسين عهدي أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر